بل حدثني شيخنا الشيخ صالح العصامي حفظه الله ووفقه ورفع قدره ومنزلته وأجزل الله له الأجر والمثوبة هو وعامت علماء السم يقول إن الخشوع في الوضوء وعدم الاستعجال يفضي إلى الخشوع في الصلاة حدثني بها شيخنا سمعته بأذنه قال الخشوع في الوضوء يثمر الخشوع في الصلاة فإذا جميع أمر الصلاة لابد أن يكون بشكينة وبقاء وخشوع ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حدث بورين قال إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقاء